لازم نختار الألفاظ والأسلوب المناسب للتعبير والنصيح أزواق كتير بيفضلوا أنهما يسكتوا وما يتكلموش ده من الصح لما يحسوا أنهما عندهم خوف من رد فعل شرك حياته أثناء المناقش أو حتى لما يقدموا النص لا لابد أن شرك الحياة يعرف الطريقة المناسبة والألفاظ المناسبة وده محتاج تدريب وعنفضل نتعود لغاية ما نلاقي الألفاظ المناسبة إن احنا نتكلم فيها لأن احنا بنبني علاقة بالدوم ومتتطعش ولازم يبني علاقته ويكون منازل للمدى البعيد على علاقته وإما أنها تقربهم من بعض أو تبعدهم من بعض فعشان كده السيدة عائشة كان لها أسلوب لطيف في التعبير عن زعلها وعن حضرة النبي تشوف كان بتقول إيه لما تزعل من حضرة النبي تقول لا ورب إبراهيم هي زعلانة فبتحلف لما هي زعلانة تحلف برب إبراهيم طب وهي فرحانة تحلف برب محمد في إيه اللي حاصل؟ فيبقى تعبير لطيف على إيه؟ صالحني بس بطريقة إيه؟ بطريقة لطيفة يبقى أول حاجة أنا قلنا إيه؟ أول حاجة قلنا إن الشخص لازم يكون فيه احترام وتأدير تاني حاجة لازم نختاري الإسلوب المناسب للتعبير على الرأي والنصيح تالت حاجة إيه اللي حاصل؟ نترك فرض الرأي نتعلم ما نفرضش رأينا لازم في ناس كتيرة بيتخاف من الجواز عشان فكرة سلب الحرية أنا أتجوزة سلب حريتي ويتضغط عليه ويتعرض الزوجين في علاقتهم فالزوجة تقول مثلا مش عايزة حد يتكلم فيه والزوج يقول مش عايز يقول الكلام اللي هو فيه عشان محدش يديقه ومش عايز حد يفضل ينكد علي فإن اللي يحصل فإن ما يتكلمش فبلاش نفرض رأينا لازم يفرض رأيه ولا الزوجة تفرض رأيها شكل من الأشكال إن فرض الرأي مثلا كتر الملامة وكتر الانتقاد وإن أنا أخلي الواحد يكره رأيه وعشان أفرض صحة رأيه كتير الناس بتعملها كده إن يفضل يمرر الرأي بتاعي عشان يفرض رأيه علي عدم فرض الرأي ده بيخلي الإنسان يحس إن الدنيا واسعة والبيت واسعة وده اللي يبني ثقة شريك حياتك فيك ويخليه يتقبل منك أراءك لما يعرف إنك عايز مصلحته فرض الرأي بيخليه عايز يحس إنه عايز مصلحته هو حتى لو إنت اتوجعت حتى لو إنت تأزيت ويحس إنه أنت بتتحكم فيه لك دعام فرض الرأي يخليه يحس إن انت مش عايز تتحكم فيه وده اللي عملوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة خلفهم وخيرهم ترضي بمين حكم فقعدوا يختاروا لغاية ما قعدوا يشولع على حكم سيدنا عمر وسيدنا علي ترفض لغاية ما اخترت سيدنا أبو بكر ما فرضش عليها رأيه صلى الله عليه وسلم رقم أربعة مش هينفأ خارس تبع عندك مهارة الاحتضان وإنت مولع إنه ما فيش حطانة ولعة ما فيش حطانة محترقة لازم الحطانة إيه ينضبط فيها الانفعالات الانفعالات دي اللي هي النار فلازم الزجون يكون عندهم قدرة عالية على التحكم في الانفعالات لازم نتعلم ما احنا بننضج مع بعض نتعلم على فكرة نتعلم إن احنا نضبط انفعالاتنا وإن كل واحد فيهم يبقى عنده صبر ويتعود الصبر بالتصبر والحكمة بالتحلم والحلم بالتحلم على نتعود وما يتصرعش وما يستجبش لعصبيته وبلاش الزعيق اللي بيخلق بيها مشحونة ونار أيدا في البيت ويخلي الزجون ومشاعرهم ملتهبة طول الوقت ووقفين لبعض على الواحدة وبيقول كل واحد فيهم أنا حاس إن هو بتربس به لما سيدنا أبو بكر انفعل على السيدة عائشة إيه اللي حصل جريت واستخبت ورا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه عارفة إن هو مش انفعل عليها لأنه مصدر أمانها ما كانش ممكن يحصل كده لو هي عارفة إن هو ينفعل عليها ويزعق لها يقول لها أنت هتلعبي لكن هو استخبت بالعكس حدثت أن إبراح مكمل وقالها رأيتي كيف حمايتك من هذا الرجل إيه اللي حاصل فضحكت وفرحت فياريت كل واحد فينا يبقى عارف إن هو لو عايز يحتضن مفيش حضانة دايما لما تيجي تلمس الحضانة دي تلاقيها باردة عشان تخلي الإنسان حاسس في السكينة عشان إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها لازم بيقى فيه برد كده وسلام في البيت مش هيحصل غير لما يحصل الاحتضان الايه الاحتضان الساكن فيحصل تسكن رقم خمسة لازم نتجنب العنف اللفظي والجسدي والجنسي بلاش العنف العنف بيكسر النفس والعنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف الجنسي كل ده ألمه الساعات ما بتدواش تفضل كتير ويفضل الكسر موجود ما فيش حد مكسور على فكرة بيعيش تسعيد ولا يقدر يسعد حد تاني ترجمة نانسي قنقر